في سياق مختلف اعتصم عدد من أصحاب مكاتب الخدم أمام مكتب وزير الصحة صباح اليوم للمطالبة بفتح باب استقدام الخدم إلى البلاد وأشار المعتصمون إلى ضرورة وضع ألية ومعايير محددة واشتراطات صحية تراعى عند قدوم الخدم إلى الكويت على غرار الدول المجاورة مع فرض حجر صحي على القادمين نايف الشمري صاحب مكتب خدم وهذول أخواني أصحاب المكاتب طبعا نحن جايين نقول كلمتين عند أخونا الوزير وزير الصحة الي هو الدكتور باسل الصباح بخصوص وقف طبعا استقدام الفيز لأن وزارة الداخلية رحنا وزارة الداخلية قالوا لازم لازم يعني الأمر يصدر من وزارة الصحة فحنا جايين نقول لك كلمتين أنه الخدم مو مثل مادة 18 الحين أنتم سمحت المادة 18 أنها تدشي الكويت من جميع الجنسيات الخدم قاعدين بالبيت ما يطلعون برا ولا يخالطون الناس ولا يروحون يعني مثل ما تقول سوق أو الدوامات مدوامة في البيت فقط في البيت يعني لا يجيب مشاكل لها للبيت ولا شي أما المادة 18 اللي سمحتوا لها وخليتوها تروح للبيت تقعد هناك يعني هني بالكويت ما عندهم مشكلة حتى لو يعني يصير حجر الحين وقف صار يعني من شهر وثنين اللي طاف فيه ألف إجراء وإجراء الدول اللي جنبنا كلها افتحت حق الخدم يجون طبعا وفق اشتراطات صحية معينة ويعني الحمد لله محاجر الكويت كثيرة وما عندنا مشكلة أن تنحجر الخدامة في بيت الكفيل ويعني تساوهي والمادة 18 اللي قاعد يجون وسامحت له وزارة الداخلية أنا ما نعارف هذولا طبعا موظفين عندنا في البيت وهذولا موظفين عندنا في المكاتب وأغلب أهل المكاتب طبعا حاشتهم خسارة كبيرة من يعني تعدت أتوقع المليون دينار بالنسبة لأصحاب المكاتب